موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي الذي يأتيكم مباشرة من بيروت الساعة السابعة بتوقيت جرينتش معي أنا روايدة أبو عيد يرافقنا في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية والدولية الصحفي السوري مازن العزي أهلا وسهلا بكم تقدم النظام السوري وحلفائه في حلب وعرضه على المعارضة لاستسلام خبر تصدر الصحف العربية التي تناولت أيضا مواضيع أخرى أهمها بدء زحف الجيش العراقي باتجاه الموصل تعيين الحسيين محافظة عدن السابق رئيسا لحكومة الإنقاذ وتوقيف الشرطة التركية لشقيق غولن كما ركزت الصحف على تداعيات مشاركة أبو مازن في تشيع بيريز وفي صحف غربية ترامب تهرب من الضرائب ثمانية عشر عاما وفي أبرز عنوين الصحف العربية صحيفة العرب الجديد سوريا النظام للحلبيين الاستسلام أو الموت صحيفة الشروق التونسية أكتوبر نوفمبر وديسمبر ثلاثة أشهر حاسمة لحكومة الشاهد صحيفة الفجر الإماراتية قوات الشرعية تمشت آخر معاقل الحوثيين في الجوف صحيفة القدس العربي ثلاثة عشر قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية الليبية والجهاديين في سرط صحيفة المصر اليوم الدولار يواصل قفزاته والجنيف في نفق التعوين صحيفة الصباح العراقية وصول أسلحة متطورة لتحرير الموصل تأمين طريق بغداد القيارة يعرض النظام السوري على المعارضة فتح ممرات آمنة لها للخروج من أحياء حلب الشرقية المحاصرة تطور لافت اهتمت به الصحف بعد تحقيق الجيش السوري مدعوما بحلفائه تقدما ميدانيا ملحوظا يحصل على وقع التوتر المتزايد بين واشنطن وموسكو بشأن تحمل مسؤولية التصعيد في سوريا فرنسا في المقابل تعتزم اليوم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإعادة العمل بوقف إطلاق النار كان مجلس التعاون الخليجي قد دعاه أيضا منذ أيام إلى جلسة خاصة لوقف العدوان على حلب كما تركز التحليلات الصحفية على الدور الأمريكي خصوصا بعد التسريبات الصوتية التي نشرتها نيويورك تايمز لوزير الخارجي الأمريكي جون كاري مازم قبل الحديث عن هذه التسريبات أود سؤالك عن هذه التطورات اللافتة التي حصلت خلال الأيام الماضية في حلب هل هذا يعني أن حلب باتت على طريق الحسم؟ بكير كثير نحكي هذا الشي حلب مساحته كثير كبيري نحن عم نحكي عن 65% من مساحة حلب بإيد المعارضة 80 حي تقدم القوات النظام وبعض الميليشيات تقدموا باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية فيها وأخذوا عدة أحياء بس بكير كثير أن نقول أن هذه المنطقة كاملة ممكن تسقط يعني منطقة مثل دارية بقيت أربع سنين يعني فمنطقة مثل هذه بعدد سكان فيها 250 إلى 300 ألف بني آدم بعشرة ألاف مقاتل موجودين داخلها بظن أن الموضوع مطول ما رح يكون بسيط رغم كل الأسلحة المستخدمة ورغم كل القوة الجوي والأرضية اللي عم تطبق على المعارضة ولكن التقدم مازل يحصل بشكل سريع خصوصا أن الطرف الآخر لا يتلقى الدعم المطلوب يعني النظام يتلقى دعما من حلفائه مدعوم أيضا بالقصف الروسي هناك مؤشرات تقول بأنه إذا لم يقوم الطرف الآخر بالحصول على دعم ما فالأمر سيظل على هذا المنوال لفترة ربما لن تكون بطويلة يعني ما في شك أنه أي رح يكون ضغط كثير ولكن مش للحظة اللي ممكن أنه يأخذ فيه يعني تشتاح فيها القوات البري كامل حلب الشرقي أكيد لا يعني التقدم لو لا الضغط الجوي الهائل واستخدام آخر شيء مجموعة من القنابل الارتجاجي اللي عم بتدمر فعليا أحياء بكاملة وإلا كانت لا المعارضة بتثبت خطوط دفاعها بالمعنى الحربي التكتيكي يعني بس أنه على الأرض هي قادرة أنها تصمد لأنه حاراتها مناطقها اللي بتعرفها عندها كل وسائل البقاء يعني هلأ ما عندهم سلاح أكيد تحاصروا المجموعات المقاتلة ضمن الحلب الشرقي من أكثر من شهر وسلاحهم كل ماله عم بيقل لأنه هني مستنزفين على كامل جبهات مفتوحة كذا جبهة معهم وهي فعلا معارك استنزاف أكثر ما هي بتاخد معنى معارك الاقتحام باستثناء الجزء الشمالي من حلب الشرقي لهو فيه هذا المعنى من الاقتحام على كل حل أود الحديث بشكل مفصل أكثر عن خيارات المعارضة اليوم خصوصا بعد عرض النظام الخروج الآمن لها ولكن بداية سننقل لك بعض التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي حول آخر التطورات الميدانية في سويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احدى التعليقات قالت أن تتحدثت عن شراسة روسيا برأيك ما الذي دفع روسيا بالأمس أو منذ يومين بالحديث عن زلزال في الشرق الأوسط سيحصل إذا قامت القوات الأمريكية بالتدخل هل هناك مؤشرات ما؟ لا أكيد ما فيه أي مؤشرات أمريكية للتدخل كان فيه يعني رفع اللهجة أمريكية خلال الفترة الماضية تجاه العنف الروسي بحلب بالذات وهدت كيري كذا مرة بأنه بنوقف التفاوض معكم بخصوص سوريا أنه هذا حدا يعني بالأخير الأمريكا ما رح يفوتوا لأكثر من هيك والستراتيجيتهم واضحة كثير واضحة أنه هوني ما رح يدخلوا هلأ ممكن يغضوا الطرف عن التسليح ممكن يغضوا الطرف عن الأطراف الإقليمية كيف عم بتساوي بس هوني فعليا ما رح يعملوا شي الروس من إدراكهم لهذه النقطة لذلك هوني عم بيروحوا بهذا التصعيد الكبير هوني بيعرفوا أنه ما رح يتقابلوا بأي رد أمريكي طيلة فترة بقاء أوباما المتبقي لأربع شهور القادمين وهل هي أيضا رسائل مسبقة للإدارة المقبلة ممكن تكون بجزء منها وخاصة في احتمال إذا إجت كلينت وممكن تكون رسائل لأي لا بس يعني بظن أنه أكثر كمان إلى حسابات داخلية روسية إلى حسابات داخلية إيرانية هاي المعركة يعني مش بس كله باتجاه أمريكا لا هوني عم يفكروا بتحويل الروس بشكل رئيسي بتحويل حلب الشرقي لقروزني عن طريق إبادة فعلا الإبادة حرب الإبادة الكاملة لكل المكونات اللي فيها الإيرانيين معنيين كثير بهذا الشيء ولذلك هوني كمان فايتين على الأرض في حسابات مصالح أنه إذا قضوا على هاي يعني نقرأ بأنه الروس اعتمدوا الآن في حل الخيار الإيراني نعم لأنه قبل ثلاث شهور ما كانوا مع هذا الخيار ما كانوا أبدا على عكس هوني فاتوا بمفاوضات مع الأمريكان وثبتوا إلى حد ما خطوط تهديئة بس رجعوا وراحوا باتجاه الحل الإيراني القدس العربي تحدثت عن آخر التحضيرات لبدل الهجوم على شرق حلب وقالت أنه بات واضحا جدا أن روسيا وإيران والنظام السوري قد وضعوا كافة أوراقهم على طاولة معركة حلب نشرت روسيا ثلاثة ألاف من جنودها حول المدينة واستدعت طائرات مقاتلة جديدة في مقامة إيران وحلفاؤها بمن فيهم حزب الله وميليشيات عراقية عديدة بالتحشيد والتعبئة والتجهز واستدعى النظام قواتهم متجاهلا من هجمات المعارضة السورية المسلحة لإشغاله في رفيحة ما ودمشق واستكمل حصاره لشرق المدينة بعد استدعادته منطقة الراموسة والكليات العسكرية فيها طيب الآن ما هي خيارات المعارضة؟ كيف سترد المعارضة على عرض النظام؟ هلق يوم عن يوم عم بضيق خياراتها يعني هي مشهولة حاليا بالبقاء بالصمود مش أكثر من هيك ما عندها فكرة أبعد من هيك يعني احتمال فك الحصار من جهة الراموسة صار شبه مستحيل يعني المنطقة التي يتقدم فيها النظام والحلفاء صارت عريضة بشكل مستحيل يقدروا يرجعوا يفكوها وضعهم بالداخل فعلا سيئة يعني ممكن يقوموا بمعارك ما أعرف حسب عاد الممولين أنه وصلوا نسلاح أو ما وصلوا نسلاح وهذا أمر كمان صعب كثير بظل أنه أطبق الحصار بالكامل عليهم رح نشد أيام كثير صعبي ومعارك كثير عنيفة بحلب الشرقي المرحلة القادمة خاصة بظل إصرار طرف الروسيا والإيراني على أخدب الكامل ولو مدمرة ولو أنقاض ولو بـ 250 ألف قتيل ما عندهم مشكلة فيها وبنفس الوقت أنه المقاتلين بالداخل ما رح يسلموا المقاتلين بالداخل رايحين لمعاركة ما اعتبرنا أنه معاركة وجود أو موت يعني بالنسبة لهم أيضا العربي الجديد نشرت مقالة لمحمد أمين تناول الأوضاع في حلب الشرقي فيما وقال النظام السوري يخير شهباء الموت أو الاستسلام وأضاف يعمل النظام السوري على تطبيق نماذج دارية وحي الوعر وغيرهما على الأحياء الشرقية من حلب بعد توجيه تهديدات للمعارضة المسلحة بالخروج من الأحياء مستغلا المجزر المستمرة برعاية روسية واستسلام أمريكي وغربي عموما مع العلم بأن المدينة دخلت مرحلة الخطر بدءا من 22 سبتمبر أيلول الماضي مع تكثيف الغارات والهجمات ضدها في محاولة لإخضاعها بالقوة من دون رد دولي كما عملت قوات النظام مدعومة من الروس على منع المياه عن ربع مليون حلب لإجبارهم على الاستسلام يعني الوضع الإنساني في حلب كارثي على كل المستويات وبتقارير دولية موثقة هل هذا سيكون ورقة ضغط إضافية مثلا على المعارضة وربما يتكرر سيناريو دارية وحي الوعر والزبجان باستبعد حاليا باستبعد هذه السيناريوهات بهذه المنطقة هذه المنطقة مختلفة سكانيا وكتعداد بشري نحكي عن كتلة هائلة بشري ممكن يكون ورقة ضغط هائلة عليهم على المعارضة بداخل حلب يعني عملية استهداف المشافي تدمير كل النقاط الطبي تدمير مخزونات الغذاء تدمير حتى محطات المي هذا معناه بالأخير أنه أنا عم بقول أنه كل جريح هو قتيل كل مصاب هو قتيل تعطين مراكز الدفاع الوطن في النهاية هناك أكثر من مكانه 50 ألف مدني يعني الأمر ليس بكثير فكتلة الجرحة والمصابين هذه اللي بدأت تصير بحاجة لأخلاق فوري لأنه ما في إمكانية لإجراء العلاج لا إلا نحكي عن المئات والألاف بدون يصيروا مع الوقت فهي رح تكون فعلا ضغطة على المعارضة وهي كل مالة عم بتضيق خياراتها كمان لهذا الحل يعني لو أنه هي بدأت تأخذ المعارضة وقتها لتفكر بعمليين نوعية مثلا ترد فيها على هذا الحصار ممكن تفكر بخيارات استراتيجية ثانية مثلا بس حاليا لا على ما يبدو عم بتضيق الوقت عم بتضيق الخيارات معه والطرف الثاني فعلا رايح للنهاية مش نبين واضح أنه إذا كانت خيارات المعارضة ديقة إلى هذا الحد من المفترض أن نتطلع إلى خيارات القوى الإقليمية الداعمة أو الدولية الداعمة لها يعني الوطن القطري تتحدث عن جدوى التحرك العربي والإسلامي من أجل حلب وتقول حسنا فعلت دولة الكويت الشقيقة بدعوتها لكل من مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين وكذلك دعوتها منظمة التعاون الإسلامي لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لها على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية في هذا الصدد يجدر التنبيه إلى أن الاجتماع العربي والإسلامي الذي دعت إليه الكويت سيصبح فارغ المحتوى ما لم تنتج عنه قرارات حازمة وألية واضحة لتنفيذها على أرض الواقع ليس فقط الكويت أيضا مجلس التعاون الخليجي دعا مجلس الأمن إلى جلسة طارئة كما قلنا في المقدمة لوقف العدوان على حلب فعليا شو الفائد إذا كل شي بيروح على مجلس الأمن ومجلس الأمن بالأخير في قوتين الصين وروسيا هون موافقين على اللي عم بيصير يعني أنه مش بس موافقين روسيا عم بتشاركها على يعني هي اللي عم بتقود الحمل الجوية طيب يعني رح يتعطل أي قرار بفيتو إذا كان الاعتقاد أنه إحراج روسيا دوليا روسيا لا تخجل روسيا ما بتفرق معها روسيا من اجتياحة لشرق أوكرانيا إسقاط الطائرة الماليزية ووصولا للتدخل بسوريا يعني منا قوة يمكن ضغط عليها بمعايير حقوق الانساء ما هي الخيارات المتاحة لدى الدول العربية ما في خيارات فعليا الخيار الوحيد يعني ما في خيارات عندهم ما في خيارات أيضا فرنسا قبل الحديث أيضا عن دور التركي وهو دور مهم جدا أريد أن أسألك عن تحرك فرنسا الآن في مجلس الأمن وهي تعتزم اليوم تقديم مشروع القرار لإعادة العمل بوقف إطلاق النار هل فرنسا تحاول ملء فراغ ما هل هذه القطوة ستجدي نفعا برأيك ممكن تكون عم تحاول تعبي الفراغ الأمريكي بس فعليا ما رح يصير شيء كل خطوة رح تمر من خلال مجلس الأمن ما إلى أي معنى يعني أننا نخاطب الطرف المقاتل على الأرض طيب أنه إيه شو بدي أعمل معه طالما أنه كل الوسائل هي عم تكون دبلوماسية معه بالنقاش بالحوار أو حتى فكرة يعني الهدني شو كانت الهدني المطروحة بهذاك الوقت أنه من نرجع لهذه الفكرة وما زال فيه ورقتين أو وثيقتين مخبيين ضمن الاتفاق الروسي الأمريكي اللي مش معروف شو أني واللي فاتوا ببازار دولي عليهم يعني ما أظن أنه الدبلوماسية بعد إلى أي معنى بهذه اللحظة كل هذا نوع من إفلاس المنظومي الدولي الممثلي بمجلس الأمن أيضا ما زال أريد أن نتحدث عن الدور التركي اليوم وهل ستسمح تركيا بخروج المعارضة من حلب أو بهزيمة المعارضة في حلب ولكن بعد الفاصل اقوم معنا لابسا محتوى أهلا بكم من جديد في برنامج كشك الصحافة نرحب مجددا بضيفنا الصحف في السوري ماذا عزي أرن وسلم بك ماذا النظام حقق تقدما في منطقة معامر الشقيف والمستشفى الكندي ومناطق تقع شمال حي الشيخ مقصود الذي يسيطر عليه الكورد شرق الشيخ مقصود نعم هذه المنطقة يحكى عن دور كردي كبير في تقدم قوات النظام يدفعنا إلى الحديث عن الدور الكردي وفي مقابل أيضا عن الدور التركي في هذه المنطقة هلأ الوحدات حماية الشعب مبارحة فعلا من الخميس تقريبا شاركوا بالعملية الدخول واكتحام دوار الجندول هلأ هني عم بيقولوا أنه هذا الشيء هو لإبعاد خطر مدفعي تبع المعارضة من دوار الجندول على الشيخ مقصود ولكن المعارضة عم تأكد أنه هذا الحكيم مش صحية أنه هني كانوا فاتوا بتزامن بنفس وقت اللي دخلت فيه قوات النظام والميليشيات باتجاه المنطقة باتجاه الليرمون ففاتوا بتزامن كامل بنفس الوقت القوات الكردية يعني هي عم تحاول قدر الإمكان عن توسيع النفوذة ورسم خطوط نهائية لحاية الشيخ مقصود وبنفس الوقت هي عندها فكرة لربط الشيخ مقصود بكانتون عفرين بالشمال شرق سوريا شمال غرب سوريا يعني بيضل حركتها خجلي شوي لأنه هي عندها هذا الطريق من الشيخ مقصود باتجاه كانتون عفرين عندها طريق بيمر 40 كم تقريبا يمكن بمناطق المعارضة فهي مضطرة دوما تحافظ على هذا الخيط من أنه ما ينقطع مع المعارضة وبنفس الوقت ما فيها تقول للنظام لأنه هي فعليا بلحظة من اللحظات عم بتنسق معه على الأرض الأتراك دورا لحد الآن مش مفهوم تماما يعني هوني ما زالوا داعمين للمعارضة الإسلاح عم بيفوت للمعارضة من خلال الأتراك ولكن وكأنه بعد هذه التفاهمات بعد الانقلاب اللي صار بتركيا والموقف الأميركي من الانقلاب على ما يبدو تركيا فشل الانقلاب على ما يبدو صار فيه إعادة تموضع تركي بملف الإقليمي والدولي حست تركيا بأنه وضعها سيء مش جيد وبحثت يعني عم تحاول تبحث عن نوع من التوازن العلاقات مع روسيا وإيران بالمنطقة بحيث أنه تحقق بالدرجة الأولى حماية أمن الإقليمي هذا بالتحديد كيف سينعكس بشكل فعلي على مجريات المعركة الآن في حلب بحلب يعني ما بارف يعني المعلومات شوي شحيحة منهنيك عن الدور التركي في صمت كثير تركي بهذا الموضوع بينين الأتراك أكثر منشغلين بمعركة درع الفرات بمعركة محاربة محاربة تنظيم الدولة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية بس بنفس الوقت يعني المعلومات اللي عم تجيه أنه الإسلاح ما زال عم بفوت بس المشكلة كمان هون بيدخل أنه الفيتو الأمريكي يعني الإسلاح مثلا تأخر من يومين لبلاش يفوت على داخل سوري فمبين أنه كان فيه فيتو أمريكا على هذا الموضوع لمنه رجعوا بآخر لحظة أنه وقت أدركوا أنه خلاص معاش فيه إمكانية للتفاوض مع الروس والروس جديين بالكامل لمنهم سمحوا وقت لقنار سقط يعني أكثر من 15 يوم الأمريكا عم بيشتغلوا بطريقة وكأنه مش شايفين نشون اللي عم بيصير الحياة اللندنية نشرت مقالا لجورج سمعان رأى فيه معارك حلب أنها ليست نصرا لروسيا ولا خسارة لأمريكا وقال لا شك في أن مصير حلب لا ينفصل عن مصير الرقة والموصل ومحافظة نينوى كلها مآل الحرب على دولة أبي بكر البغداد معلق على ما سيخلفه تحرير هذه الدساكر من واقع جديد لا عجب أن الانتصار العسكرية متوافر على داعش في أراضي دولتها لكن هنا يسأل سؤال مهم ماذا إذا كان مصير عاصمة الشمال السوريك غيرها من المدن والأريات التي أفرغت من سكانها ماذا إذا ملأت الميليشيات الكردية الفراغة في أرض الرقة أو إذا دفعت ميليشيات الحجد الشعبي والبشمرقة إلى الموصل بعد تحريرها هل تنتهي الحرب على الإرهاب في تحقيق مصالح هذه الدولة وتلك على حساب أهل البلاد يعني باختصار ما هو الواقع الجديد الذي سيفرضه تحرير كل هذه الأراضي من سيطرة تنظيم الدولة أول شيء بس بختلف معه بقصة حلب أنه حلب ما إلى علاقة بهذا السياق حلب ما فيها لا دولة إسلامية ولا شيء والمعركة فيها أو أضحان وهي معركة إيرانية روسية لكسر المعارضة فيها يعني مش أكثر والأقل ما فيها أي حتى داخل حلب الشرقي ما فيه نصرة يعني كل الفصال 35 موجودين فيها فعليا فيها حاليا 11 فصيل معارض يعني يعني فينا نقول فعلا من هدول المعتدلين إسلاميا بالنسبة ولكن هو يسأل سؤال ماذا لو أفرغت من سكانها وهو يعني السيناريو مطروح على كل أحبار طبعا مطروح يعني هاي النية أو القصد الأعلى بالنسبة للروسية والإيرانيين ممكن تفريغ هاي المناطق المتمردي يعني بحلب الغربية كمان فيه إسلام سنة مثلا بس الضغط على الشرقي لا إخراج لأنه هدول يتمردوا طيب دارية إسلام سنة أنه لا هدول أخرجوا طيب ما فيه قرى ومناطق جنبهم وضواحي جنبهم فيها سنة ما تم إخراجه يعني مطلوب إخراج كل من يرفض النظام وغالبا هني فقراء السنة المهمشين الأرياف المهمشي والمستضعفي نرجع لقصة الرقة الرقة يعني عملية دخول وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية عليها بعد ما زالت لحد الآن مثار جدل كبير ونقاش واسع بين تركيا وأمريكا الأتراك مش رح يسمحوا بدخول الأكراد على الرقة ولا ممكن يقبلوا أنه هذا يكون بالبزار تجاه أمنا والموقف الأمريكي هون صعب بين الحليف التركي وبين من الحليف الكردي الحليف الكردي طبعا يعني هلأ ما زالت تسليحا بيوصل من الأمريكان للأكراد والتنسيق معهم واسع على كذا جبها ولكن بمعركة تركيا الرقة على ما يبدو أنه فتح معبر تل أبيض واحتشاد القوات التركية وقوات من الجيش السوري الحر بتل أبيض طبعا ودخولها سبق بجرابلوس هذا عم بيقول أنه لا رح يفوت هاي القوات هي رح تقود عملية السيطرة على الرقة بالنسبة للموصل لا الأكراد هون أكثر أكثر دخولا بالموضوع لأنه البرزاني والبشمرقة بشمرقة الكردية هنيك هي لعب أساسي بعملية السيطرة على الموصل وبالتالي رح يكون إلون أكيد حصة فيها وهون أصلا ما عم بيخفو أنه أي بدهم أجزاء من المنطقة وخاصة الأجزاء الغربي من الموصل اللي هني بيعتبروا أنه إلون وجود فيها سابق قبل أن يتهمنا الوقت ما زالنا نريد أن نتناول الموقف الأمريكي خصوصا مع تغير الإدارة في الأسبوع المقبلة الفجر الجزائرية تناولت تهديد روسيا لأمريكا بنتائج مريعة في سوريا في حال إقدام البيئة المتحدة على شن عمل عسكري وقالت أن تهديد موسكو موجه لهيلري التي ما زالت تستعمل وسائل الحرب الباردة في كل مرة بالتحذير من الخطر السوفيتي التي لا شك أنها ستكون أكثر دموية من سابقيها بمن فيهم بوش الأبن وستخود أمريكا في عهدها معارك أوسخ وأسوأ مما يحدث الآن في سوريا والعراق وليبيا وكانت أشعلت هي فتيلها لما كانت وزيرة الخارجية فالسيدة ما زالت ترغب في قلب النظام بشار والذهاب بعيدا في رسم أهداف أمريكا ونظامها أو بالأحرى فوضاها العالمية الجديدة القديمة ما أظن أن الكلام دقيق أبدا أول شي يعني هيلاري بالأخير هيلاري كلينتون هي ديمقراطية يعني ما وهي بالأخير كمان لحد الآن مثلا ما انتقدت إدارة أوباما يعني ما زالت تعتبر حالة امتدادة إلى هيلاري ما علقت أنه هي مثلا ستوقف العمل بالانتفاق ولكن يعني الأردى ما زلنا نستطيع أن نحكم على تصريحات المرحلة الانتخابية يعني والحملة الانتخابية بالقرارات التي ممكن أن تتخذها في المستخدم ما في شك ولكن في مؤشرات يعني مبدئيا لحد الآن الواضح أنه هي رح تمشي على نهج أوباما ممكن تخالفه بنقاط تفصيلي أكيد ما رح تعطي مثلا المعارضة السورية ما رح تمدهم بمضادات طيران أكيد ولكن الممكن أن تساهم بعملية خلق النوفلايزون ممكن أنه هي رح تكون أعنف من جورج بوش أكيد لا بالأخير ديمقراطية وجورج بوش جمهوري ومعرفين دائما جمهوري أنه يمقود الحروب كيف نفهم إذن يعني موقف كاري في التسريبات الصوتية التي نشرتها نيويورك تايم هذا كاري ما حكى شي جديدا برأي بالأخير هو يحكي لما نحك ولكن الواضح كل الوقت ولكن حكي عن أحباطه من الموقف الأمريكي طيب أحباطه هو واحد من صانعي يعني كيف ممكن نفهم هذا الشي بهذه اللحظة ما أنه مفهوم يعني هو ممكن يكون تبرير لهذه الناس عن الفشل الأمريكي مش أكثر من هيك بنسبة بس بشكل سريع جدا تهديد الروسي للأمريكان إجا بعد ما اقترحت إدارة أوباما على الإدارات فيها على الأجهزة أنه تقدم لها خطط وشو فيها خيارات متاحة بسوريا مجرد نعم سنتقرين الكريكاتور حقا موسيقى 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 موسيقى